طبعا مساكم الله بالخير ويعطيكم العافية اليوم بنتكلم عن عملة اي اي في اي برامز اي اي في اي طبعا بسعر خمسة وتسعين دولار فاصلة راش ارتفاع العملة بنسبة واحد بالمية تقريبا ماركت كاب مليار واربعمائة مليون تقريبا برانك ثلاثة وخمسين بوليوم ثلاثة وتسعين مليون طبعا هذه من العملات الكبيرة جدا في مجال اللي كربتو يعني اكبر العملات في المجال طبعا هذه العملة اذكر كانت وصلت ستمية دولار في الماركت اللي فات فتوقع لها رقام جدا كبيرة يعني بحيث ان الماكس ستعشر مليون والسركات ستبلاي اربع عشر مليون وسبعمائة يعني وايد مثالي يعني طبعا اللي تابعنا ولمر يا مرحبابك هذه قناتنا في تليجرام قناتنا مهتمة بالاخبار وتحليل العملات وعدنا في المتدارة الحساب ندير حسابك من خلالك اتقل الى قناتنا او لي تشارت عملتنا طبعا لو نشوف العملة طبعا تمشي بترند بنقول عرضي تقريبا من تاريخ ثلاثة وعشرين مايو الفينين وعشرين هي تمشي بشكل عرضي تقريبا وكل مالها لكن بتاريخ تقريبا نقدر نقول ستعشر اكتوبر تم كسر واختراق الترند الهابط هذا وايضا بنفس اللحظة اخترق اللي هو المتوسط الاوسي 50 على شمعة الاسبوع وعلى متوسط الاوسي 50 جدا قوي على شمعة الاسبوع فتم اختراقه تم تشكيل او عمل اعادة اختبار ليه والحين الصراحة ما شوف عمل اعادة اختبار للترند اللي هو الهابط هذا لكن عمل اعادة اختبار اللي هو المتوسط الاوسي 50 فمبدئيا نشوف العملة يعني شكلها راح تصعد بنا على شمعة الأسبوع لاني نشوف في هذه المنطقة في دعم جدا قوي للعملة تقريبا هنحط رسم الخطوط شوفوا هني من هني تبدأ المقاومة يعني في هذه المنطقة أيضا هني دعم 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 يعني شوفوا حتى هني دايما العملة تحترم هذا السعب فالعملة أصلا ارتدت من بعد دعم يعني هني بخلاف المتوسط الأسي 50 في دعم فانا بالنسبة لي الارتداد كان جدا مثالي يعني فخلنا نشوف العملة حاليا على شمعة الأربع ساعات طبعا العملة على شمعة الأربع ساعات انا اشوفها راح تتوجه الآن إلى المتوسط الأسي 200 بيكون على شمعة الأربع ساعات اللي هو على السعر تقريبا 97.40 دولار تراق هذا الرقم يعني بيكون أو نقدر نقول لنا العملة راح تتجه بعد ذلك إلى في حال صعدت العملة أعلى لترند لاين يعني نقدر نقول العملة بتكمل اللي هو السيناريو الصعد لكن إذا فشلت يعني أنا بالنسبة لي العملة حين براح تسوي شذيه وتحاول توصل لترند لاين في حال قدرت أن تستقر أعلى لترند يعني راح شو اللي راح يصير راح ترجع لهذا السيناريو شوفوا كيف العملة تقريبا ما نقول من تاريخ تابع عشرين أكتوبر وهي بس فترند صعد مرة وحدة يعني نقدر نقول صار اختراق وهمي ورجعت فبعد ذلك بتاريخ تقريبا 18 يناير 2014 يعني قبل كم من يوم قبل سبوعين اخترقت للأسفل وبدأت تهبط ولمست الدعم لكن رجعت ترتد فالآن تحاول ترجع أعلى لترند هنا تحاول ترجع على لترند فإذا رجعت على لترند راح يرجع السيناريو الإيجابي في حال فشلة العملة يعني ممكن نحط السيناريو أنا بالنسبة لي نقدر نحص صفقة الآن لكن حيث أنه يكون الالتزام بالستوبلوز بيكون على سعر اربع تسعين دولار اربع ثمانية عفوا اربع ثمانين دولار هدف اني بيكون وان اكس مثل ما عودناكم الهدف وان اكس اوكي دعنا نشوف قبل وين المقاومة قبل المقاومة اوكي الهدف يكون تسعين هدفنا هاي اوكي تقريبا إذا ني نقول طبعا بيكون فيه هدف اول اول شيء هنا على سبعة تسعين فاصلة اربعة هدف ثاني بيكون تقريبا على الامية واربعة هدف ثالث بيكون على الامية واثناث رابع بيكون على امية وثلاثين هدف اخير على امية واثنين وتسعين طبعا هدف الاخير هذا يعني ممكن يحتاج وقت حتى ممكن حتى ما ما يحتاج إذا العملة طلع لها اخبار ايجابية طول يوم عالي حيحود دخل من على صوب راح نشوف انفجار في العملة طبعا العملة هذه من العملات اللي انا اتوقع لها ارقام جدا كبيرة في القادم يعني اتوقع عنا ممكن حتى شوف هني الستوبلوزوينيا هي تحت المتوسط الاسي خمسين يعني اذا غلقت شمعة الاسبوع عدنا هذا الرقم يعني انا اتكلم هني بيكون في رسك في العملة نوعا ما فالان لو ننشوف العملة على شكل اسبوعي يبين شكل مثالي جيد في حال اغلقت يعني اعلى اللي هو نقدر نقول سعر بداية اللي هو سبعة تسعين دولار اذا غلقت اعلى سبعة تسعين يعني رح نشوف شمعة رح تحاول توصل تصعد اعلى الترند على الاقل بتلمس الترند فشلت رح ترجع تلمس الدعم هذا اللي هو على سعر ثمانية ثمانية فاصلة ثمانية انا بالنسبة لي في حال فشلت نتصعد على الترند المهم العملة هذي شو اهدافها في البور رن ليش سقول انه في حال ليش حطيت الستوبلوز هنا على سعر اللي هو ثمانية ثمانية فاصلة ثمانية تقريبا او اربع ثمانية دولار عفوا لان العملة في حال فشلت انه تقر اعلى الترند عفوا نتكمل وتواصل فوق المتوسط الاسي خمسين رح تنزل عادي ما في مجال يعني في مجال نتنزل لغاية اللي هو تقريبا الستو خمسين دولار ما استبعد ليش لان اللي المحين ما صوت عدت اختبار للمنطقة فممكن تسوي عدت اختبار فلذلك يعني باسوأ الحالات لذا شفنا هذه في مجال العملة تسويعة اختبار لالترند المهم هدف العملة في بحيث ان القيمة السوقية كبيرة وعملة كبيرة وكميتها مثالية يعني للاستثمار حتى يعني عملة سيفتي نوعا افضل عن وائد عملات افضل عن عملات الميم بامانة يعني خاصة اللي هي بونك وربحة وبيبي بس شي بقين وعالم ثاني دوج كوين عالم ثاني يعني هاي لثنتين عال فارقين عن الكل المهم فرغم ان ما عندهم مشاريع يعني دوج ما عندها بس شي بقين وعندها المهم فالعملة كانت في القمة السابقة تقريبا وصلت اللي هو ستمية ستين دولار تقريبا فلوني شوف العملة تقريبا في بول ماركت يعني حتى كان القاع السابق لها ستة وعشرين دولار من ستة وعشرين دولار وصلت ستمية وست ستين في البير ماركت هذا وصلت ثمانية وعشرين كقاع يعني هني كان خمس وعشرين فتقريبا دبل تقريبا يعني ضعف الون اكس يعني بنلقاح هذا لنلقاع هذا تقريبا تقريبا 71 بالمئة حتى المهم فأنا بالنسبة للارتفاح هذا توقع بيكون حول من الامية من الالف وميتين تقريبا الى الف وخمسمية يعني بحيث بيكون تقريبا من 12 اكس ل 15 اكس في العملة وهذه اهدافها تقريبا في البول القادم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خلصنا يعطيكم العافية وفجي خير